السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويهوكيكم العافية اليوم في عنا حلقة سفيفة لطيفة اللي هي عبارة عن اه شرح كيفية ارسال بالك ميلز اوكي اللي هي مثلا زي رسائل بريدية عن طريق الارفل فقط اوكي طبعا انا هاي الطريقة انا ما بحب ذهب لكن اه انا وصلني استفسار قبل فترة من باب الاباء الله يعطيهم العافية انه كيف نرسل ايميلات كثيرة زي رسائل بريدية عن طريق الارفل في هذه الطريقة اللي انا رح اشرحها حاليا رح اشرحها عن طريق الارفل وانا ما بفضلها انا بفضل انه احنا نستخدم اللي هو المواقع اللي هي التيرد بارتي مثلا زي الميل تشمب ميل قون لكن اه هي خدمات مدفوعة اه شهريا اوكي مثلا عندك الميل تشمب بيعطيلك مثلا الكمية المجانية تقريبا الفين ايميل بالشهر وهيكون عليها اللوغو تبع الميل تشمب اوكي لكن اذا في حالة انه انت دفعت اه باقة او اشتركت معهم باقة راح راح تتمكن انك ترسل ايميلات اكثر وتكون اه الحقوق لايلك انت اوكي يعني ما هيكون فيها اللوغو تبع الميل تشمب فالموضوع تبعنا في هذه الحلقة انه انا راح اشرح هنا عندك انه كيف نبني application باللا رفض نبعد في bulk emails مثلا انت عندك الف يوزر بدك تبعد لهم قائمة بريدية اوكي اه راح اشرح كيف الفكرة بس انه كيف نرسل البريد لالهم لكن عملية التسجيل والشغلات هذي هذي انا راح اشرحها راح اكون انا مستخدم فيها اللي هو عملية الفينكا اوكي لادخل البيانات على الاتابيس فانا عندي حالية اه انا انشأت مشروع عندي في المسارة الكورسات تبعي اوكي اللي هو اسلو مشروع تبعي لارافيل بولك ايميل اوكي لسه جديد ما سويت عليه اي اضافة وفتحته عن طريق البيتش بي ستور عشان نبدأ الشغول عليه بشكل سريع تماما راح ابدأ انزل انا اول بكيج عليه اللي هو الكمبوزر اللي هو تبع البوتستراب عشان نشتغل على مكتبة البوتستراب كمبوزر ريكواير اللي هو الارافيل سلاش يو اي اوكي طبعا لو اخذنا هذا الكود وفتحنا هنا الصفحة اللي هي الارافيل يو اي راح نزل المكتبة تبعت الارافيل يو اي طبعا عشان نستخدم محاب مكتبة البوتستراب فقط لغير طيب تمام خليني مثلا ناخد اللي هي البوتستراب مع الارافيل عشان ننزل التمبلت تبعت البوتستراب فحكينه بيتش بي ارتسن يو اي بوتستراب مع الارافيل هنسوي له نستول الان بي ام ورن ديب نستنى عليه لاحد ما يخلص وارجع منه تمام الان هو خلص بس بطلب منه ان نسوي رن ديب ام بي ام رن ديب مرة ثانية عشان يسوي الكمباين تمام هو الان خلص الارافيل ميكس طبعا لان انا انا ام munشغل عندي البرنامج اللي وو م Bang Bu بي اتش بي ارتسن سيرف اوك كلام راه بنزل شغله اللي هي تبعت装 داتا بيس اللي لانه راح نستخدم معها الـ QTable. فلو بعد تنفيذ هذا الامر لو يجينا هنا على الـ DataBase. على الـ Migration راح نلاقي جدول جديد اسمه Jobs. في هذه الحقول انشأ لي من بعد هذا الـ QTable. طبع ايش الفايدة تبت الـ QTable? هو انا مثلا لو انا عندي اه مثلا الف المفروض انه انا اساوي الـ Q لعملية ارسال الايميلات لالهم. لانه لو ارسلته مرة واحدة ممكن يعلق معي الموقع. تمام? فبطريقة هذه انا لازم استخدم معه الـ QTable. طيب كيف راح نستخدم معه الـ QTable? راح اجي على الـ .env. اوكي. هنا انا في عندي اللي هي الـ Q connection. في عنا عدة انواع في منها السنك. لو يجينا هنا عليها في اللي هو من الـ config Q. اوكي. في عنا عدة انواع. مثلا منها السنك. اوكي. في عنا السنك. في عنا الـ Database. في عنا الـ Beans Talk D. و SQS. وفي عنا الـ Redis. وفي عنا دي شغلة ثانية اللي هي عملية الـ Database اللي هي الميل. راح نستخدم معها اللي هو الميلترب. عشان تجربة الإيميلات. اوكي. هنفتح الميلترب. .i.o. اسأل الـ Login. عن طريق الإيميل تبعي والباسور تبعين. اوكي. في عندي هنا الـ Demo Inbox. في عندي هنا بعض المعلومات اللي انا لازم اضيفها عندي في الـ Laravel. فاستخدمها. هدور على الـ Integration لل Laravel سبب. او على .inf. نسوي لها Paste. اوكي. في عندي هنا الـ Address. هحكي له مثلا Minds CMS at Gmail.com. هذا الإيميل اللي انا راح ارسل منه. هيوصل لـ Adnas. في عندي الـ FromName. اللي هو يستخدم مثلا الاسم تبع التطبيق هذا. او ممكن انه انا اسويله اسم من عندي. مثلا Minds. Minds CMS. اوكي. هذا الاسم البورسل اللي راح يبين عند الناس. اوكي. تمام. نسكر .inf. وهنسكر الـ Database. وهنسكر الـ Queue. وهنسكر الـ Readme. هذي. وارجع هنا. مرة ثانية. هروح على الـ Route. هانشئ two routes. عشان انشئ فيهم الـ Form تبع ارسال للإيميلات. والـ Route الثاني اللي هو عملية الارسل. فاستخدم الـ Route. Get. اللي هو send-email. send-emails. و هستخدم نحا راح انشئ الآن. اللي هو send-email. send-email controller. class. واحكينو هنا مثلا الـ Form. او الـ Index. اوكي. اعطيلو هنا الـ Name اللي هو send-emails. في عندي الـ Route الثاني هيكون عبارة عن post. اوكي. send-emails. وهنا send-emails. اوكي. وهنا نعطينو الـ Name اللي بتبعتها send-emails. اوكي. الان راح انشئ الـ Controller وعنديه هنا في البرنامج. هستخدمه. php artisan. mail controller. اللي هو send-mail controller. تمام. ننزل cmd. ونستدعي اللي هو import للكلاس. طبعا send-mail controller. من الـ App. http controllers. send-mail controller. هني يجي هنا على الـ App. http controllers. في عندي send-mail controller. في عندي two functions. اللي هو الـ Form. والsend-emails. هاجي هنا. كدو. public function. اللي هو الـ Form. والsend-emails. طبعا send-emails. بما انه بوست. حاطينو اللي هي الـ Request. اوكي. تمام. هنا نحكي له بعدين. بالنسبة للـ Form. انا بدي انشط فورم عندي. بحيث انه انا ادخل عنوان تبع الرسالة. والنص الرسالة. وزر لارسال الرسالة. اوكي. فانا نحكي له return. view. اللي هو مثلا mail. او مثلا send-email. بالله اصح. send-email. فورم. اوكي. هاخذ هذا القبيل. واجي هنا على الرسالة. عشان انشئ هذا اللي بلايد. في اللي view. هاحكي له هنا. خلينا نسوي duplicate للـ Home. واحكي له هنا اللي هو send-email form. تمام. نفتح هذا send-email form. في عندي هنا اللي هي الـ Blade. وفي عندي هنا You are welcome. طبعا هذه هاخذ ليها 12. وابني هنا فورم بسيط عشان عملية ادخال التايتل والبدي. فاكتبوا هنا فورم. اللي هو هي يجي على الروت. اللي هو تبع البوست. اللي هو send-email. فورم. وفي عندي اللي هو الميثود. اللي هو عبارة عن بوست. اوكي. وطبعا لا ننسى اللي هي الـ Code CSRF. Add CSRF. عندي هنا الدوت. اللي هو الفورم. وفي عندي هنا اللي هي خاصة بالتايتل. نحكي له هنا تايتل. وفي عندي هنا الـ Input. اللي هو التايتل. الـ Name تبعه التايتل. وعندي الـ Value. اللي هو عبارة عن Old. التايتل. ونطيله class اللي هو فورم كنترول. تمام. ونعطينه اللي هو المتبعه الـ Error. Error للتايتل. إذا كان في خطأ في التايتل. إنه يطلع لي span-dot. اللي هو text-danger. ونقوله هنا يطبع لي المسج. وحنا Add End Italy. تمام. هذا بالنسبة للتايتل. في عندي اللي هو الثاني اللي هو عبارة عن الـ Body. فهنا هنحكي له Body. وهنا Body. هنا Body. هنا Body. هنا Body. هنا Body. هنا Body. تمام. طبعا بالنسبة للنص هيكون عبارة عن text-area. هنكتبه هنا text-area. اللي هو الـ Name Body. وفيها ما في عنا Value هيكون. هيكون الـ Value بره. والـ Class Form Control. هنا نحكي له. اللي هو الـ Value. والـ Body. وبعدها نسكر text-area. تمام. عندي آخر حاجة اللي هو الـ Button. تبع الإرسال. فنشيل هذوب الثراثة. أصفر ونكتبه الـ Button. اللي هو Type. Subnet. وعندي Name Subnet. وعندي الـ Class اللي هو PTN. PTN Driver. طبعا. وهنا نحكي له Send Email. Send Emails. طبعا. في عندي شغلة هنا في الـ Database. المفروض أنه أنا أساوي Database ثماتية عشان أرفع عليها الـ Users. وكمان نشتغل على موضوع الـ Jobs. أوكي. فهاجئ على .inf. أحكي له. نشوف اللي هي الـ Email. الـ Database عفوا. في عندي هنا لا رفد Bulk Emails. هنغير بس الاسم تبعها لـ Course Bulk Emails. أوكي. هنأخذ Copy. هنيجي نفتح اللي هو الـ PHP My Admin. نساوي Create. اللي هو Course Bulk Emails. وهنختار اللي هو الـ UTF-8 MP4. Underscore Unicode. Underscore CI. تمام؟ الآن إحنا بنائنا الـ Database. هنيجي هنا أحكي له بس Migrate للـ Database. PHP Artisan. Migrate. أوكي. والآن عن طريق الفاكتوري أنا بدي أرسل بدي أنشغ الف يوزر عندي في الـ Database. أوكي. عن طريق الفاكتوري. فاحكي له هنا PHP Artisan Tinker. أوكي. أكتب له هنا الـ User. اللي هو الـ Cluster al-User. أكتب له هنا Factory. وأطيله ألف يوزر أنه ينشيط لي إياهم. وأقول له هنا Create. فاصلة من قوطة. Enter. أوكي. تمام الآن. إن شاء لي ألف يوزر في الـ Database. هنشأ لي ألف يوزر في الـ Database. هنشأ لي الـ Exit. ونسكر الـ Cmd. نرجع للـ Database. لو سوينا Structure. رفرش. في عندي اليوزر. فيها ألف. ريكورد. أوكي. عندي ألف ريكورد. الموجودين في الـ Database. طيب. الآن بعد ما سوينا الـ Database. وعمل سوينا الـ Form. وسوينا. بظل علينا أنه إحنا نبعث البيانات هذه. في الـ Function الثاني. اللي هو Send Email. فلوكو حكينا له هنا أول حاجة نسوي validation. للـ Title. و البطل. فنكتب له هنا Validator. Validator. اللي هي من مكتبة Validator. اللي هي من Eliminate Support Faciles. Make. اللي هي Request All. الحق الثاني. اللي هو عبارة عن الـ Ray. اللي هي البيانات اللي أنا بدي أسوي لها. Validation. اللي هي Title. هنكتب له هنا Required. وفي عندي الثاني اللي هو الـ Body. برجو هنخلي بس Required. تمام؟ عمله F Statement. F. الـ Validator. Fails. فمعناتو سوي لي. Return. Back. With Errors. اللي هي من الـ Validator. وكما يرجع لي البيانات اللي أنا كنت أكتبها. أوكي. بعد ذلك. في عمنا بعض الأمور اللي راح نسويها. اللي هي مثلا. لو سوين هنا بس. نجرب الـ Validation. Return. True. Request Code. أوكي. لو يجينا هنا على الـ Database. على الصفحة تابعتنا. آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ. طيب. أنا هنا بدأ أساوي متغيض. أحطي البيانات اللي هي تبعت التايتل والـ Body. فمثلا هنا كيلو Details. يساوي عن طريقة Array. أوكي. اللي هي أول واحدة التايتل. يساوي اللي هو Request Title. تمام؟ والثاني اللي هو عبارة عن الـ Body. الآن أنا بدأ أبعد التايتلز هذي. أنا بدأ أبعد التايتلز هذي لعملية جول عشان أسوي عملية الكيو. أوكي. فإيش اللي أنا محتاجه. بدي أنشئ جول. عن طريق اللي هي PHP Artisan. هنا هنسوبي له الـ CLS. أكتب له هنا. PHP Artisan. Mail. Job. أوكي. وأكتب له هنا مثلا. Send. Mail. Job. أوكي. Send Mail. Job. أوكي. أكتب له Enter. إيش راح يطلع عندي؟ راح يطلع عندي هنا مجلد جديد في في مجلد الأب. هيطلع عندي مجلد جديد اسمه Jobs. وبداخله الكلاس اللي أنا سويته الآن. اللي هو. Send Job. Send Mail. Job. أوكي. طيب. نرجع للcontroller تبعنا. عشان نبعث details هاي على الجوب. فنحكي له هنا. مثلا. ما في له متغير اسمه Jobs. أو Job. يساوي. اللي هو عبارة عن New. سويته Mail. Job. أوكي. ونرسل مع بيانات details. أوكي. هنسوي له Dispatch لل للجوب هذا. Dispatch للجوب. يعني ينفذ لي الجوب هذا. تمام. بعد ما ينفذ الجوب. إيش اللي راح يسويه. هنقول له Return Back. إنه رجعلي على الصفحة الرئيسية. اللي هي الخلفية. السابقة. أوكي. وأعطيني معها With. يعني بعتني معها Session. اللي هو عبارة عن Status. نحكي له هنا Email. Mails. Send. Successfully. تمام. الآن راح نرجع على Details. على SendMail Job. راح نيجع على SendMail Job. في عنا هنا Details. طبعا لازم نتأكد نكون متأكدين إنه الجوب هذا نستخدم اللي هي Short Queue. طبعا هي موجودة هنا اللي هي Short Queue عشان يستخدم اللي الكيوب معها. تمام. هنيجي هنا نعرفه اللي هي Public. اللي هي Details. Details. وهذه راح نعرفها في Construct. عنا هنا Details. ونكتبه هنا This Details يساوي اللي هي Details. تمام. تمام؟ طيب. عشان أستخدم Title وال Body في Job التابعي هنا راح نلتب هنا في Handle اللي هو function تبع إرسال الإيميلاد. أول حاجة أنا بدي أعجيب اللي هما الـ Users اللي موجودين عندي اللي أنا بدي أرسلهم منيها. طبعا أنا عامل في حسابي إنه أنا أضفت ألف يوزر عندي في Database. أوكي. في جدول الـ Users. تمام؟ أول حاجة أنا راح أصابيها راح أصابيها أصابي الألف يوزر عندي عشان أطلع الإيميلاد الخاصة فيه. فراح أحكي لهم هنا جيدة الـ Users أوكي. اللي هما من جدول من الموديل تبعت الـ Users اللي هما أوكي. وروح أجيب البيانات اللي هي تبعت Details وروح أغرف متغير ثاني اللي اسمه مثلا Input نحصل ليدا التايتل عشان نجيب البيان من التايتل أوكي اللي هو This Details اللي هو التايتل عفوا لأنه ريتون تايتل تمام؟ وفي عندي واحد ثاني اللي هو الـ Input للـ Body تمام؟ طيب هذه الـ Users أنا بدي أجيبهم وأخلي نبتدل عليه كل واحد منهم أمر إيميل لكن الإيميل هذا بدي أضيفه على أوكي اللي هو عن طريق هذا Show the Cube فبكل بساطة رح أحكي لك For Each اللي هما الـ Users بدي أخبره اوكي يساوي اللي هو الـ user name اوكي وكمان واحد ثاني اللي هو الـ email الخاص بكل user. واحكي له هنا الـ email بعد هذا الموضوع انا راح اساوي اللي هو عملية الميل للـ send email اللي هو من الـ eliminate support facettes. الـ mail من الـ eliminate support facettes. هحكي له send. اللي هو ايش اول حاجة عندي اللي هي الـ view. بعدها الـ data وبعدها الـ call back. اوكي فاول حاجة الـ view. انا بدي انشئ الـ view هنا اللي هي اه شكل الـ email اللي راح يوصل الـ emailات. اوكي فمثلا اوكي. اوكي. ايش البيانات اللي انا بدي ابعده اياها معها اللي هي الـ inputs. الـ input. هذي اللي راح ارسلها على الـ template. الـ test main وحكي له هنا الـ input. الـ variable الثالث اللي هو الـ call back اللي هي راح اصير function. اوكي. اللي هي عبارة عن المسج. ويستخدم معها اللي هي الـ input. عشان نقرأ اللي هو الـ username والـ password. الـ username والـ email. اوكي. نفتح كل الـ brackets. في كل الـ brackets هذي اللي هي المسج تبعات الميل. هنحكي له الـ to. لمين. لـ input. او الـ input email. اوكي. والـ field الثاني في الـ to اللي هو اسم الشخص اللي راح نبعده. تمام. عنا الحقلة الثاني اللي هو عنوان الرسالة اللي هي الـ subject. الـ subject. اللي هي ايش راح تكون اللي هي راح تكون الـ title. تمام. فنأخذ هذي كوبين. ونسوي الـ subject title. الـ input title. تمام. طيب الان خلينا نروح ننجح هذا الـ blade. هنروح على الـ resource. على الـ reviews. واحكي له هنا. new blade. واسمي له paste. بس الـ dot هذي راح اخليها سلاش عشان ينشألي مجلد mail. وكمان الـ blade بداخلها اسمه testmail. اصابه. create انشألي مجلد اسمه mail. وانشألي blade اسمه testmail. راح امسح هذي البيانات. اكتب له هنا hi. اللي هو مين. اللي هو الـ input name. اللي احنا ارسدناه قبل شوية مع الـ maybe. الـ input name. اوكي. احكي له هنا PR اللي هي سطر جديد. احكي له هنا your email. is. وبعدها كمان input. اللي هو الـ email. وكمان هنا PR. اللي هي عبارة عن الـ input button. تمام. ونكتب له هنا مثلا thank you. نحفظ هذي testmail. ونيجي نجرب الرسالة تغيرنا كيف راح اصير. اول حاجة عشان اشغل الـ cube. اوكي. راح اجي على terminal. كينو هنا cls. احكي له. اوكي. اوكي. اوكي تمام. نسوي. كيو وورك. اوكي تمام. نسوي. كيو وورك. تمام. لو جيت هنا سويت مثلا. مثلا عبيت بيانات اللي هي للـ title والـ body. وسويت send. هنا راح يسوي لي mail send successfully. لو فتحت البرنامج تبعي. هنا بسوي لي processing. المفروض انه بعد ما يخلص راح يسوي لي process completed. اوكي. هنا لو يجينا هنا على mail drop. لاحظ انه هو قاب بيبعث الرسائل لسه. كل ثانية بيبعث رسالة. في عنا شغلة هنا. طبع خلينا نوقف هذا الموضوع. اوكي. ونسوي clear للـ database. لا الـ email عفوا. في عندي هنا شغلة في job. انه انا عندي الف رسالة بس. في عندي option انه انا احدد له كم المدة اللي يرسل فيها هذه الـ emailات. فهنا هنكتب له هنا public. اللي هي time out. اللي هي عبارة عن مثلا. 7200. اللي هي عبارة عن ساعتين. اوكي. اللي هي كل ساعة 3600. اللي هي عبارة عن الساعة الوحدة اللي هي عبارة عن ستين في ستين. الساعة الوحدة عبارة عن 3600. اوكي. اللي هي ستين ثانية في ستين دقيقة. اوكي. بتطلع 3600 ضرب ثلين. اللي هي 7200. اللي هي عبارة عن two hours. اوكي. انه الـ email اوكي بعتني اليوم خلال الساعتين عشان تريح لي الساعة. فعشان هيك انا بقول انه انا ما بحبت هاي الطريقة في ارسال الـ emailات لأشخاص كثير في حادة البالك مينز. بفضل انه في حادة البالك مينز انه احنا نستخدم ثير بارتي. طيب. هسوي هنا. php-artisan-migrate-fresh. عشان اقلل عملية اللي هما الـ users. اوكي. احكي له هنا اللي هو تينكر. php-artisan-tinker. عشان اضيف users بس بدل الـ الف. مثلا خليني اضيف 20. اوكي. سوي له اوكي. باديها exit. تمام. الان لو جيت انا على الـ database راح يبين لي انه انا في عندي عشرين user. اوكي. هنا لو سويت refresh. ارجع الى البرنامج سريع و اقول له اللي هو الـ keyword. ونبدأ من اول وجديد. لا ربب هنا refresh وعمل له fake filler. باقول له send email. راح نيجي هنا على الـ database. على الـ email اكبر. هذا اول email اللي هو hi urban community ثلاثة. والـ email تبعك كذا. وهذه الـ body اللي انا ارسلتها. و thank you. طبعا راح تكون لجميع الـ users. وراح يكون المرسل اللي هو mind cms. والمرسل الي هو اسم الـ email تبع الـ user اللي موجود هنا في الـ database. طبعا لو نلاحظ انه هو عدتهم هنا عشرين. راح يرسل على عشرين email. لو يجينا هنا. بعد ما يخلص راح يكتب لي processed. طبعا. الآن تبع لي processed انه هو خلص العملية. لو نيجي هنا على الـ emailات. هنلاقي انه عددها عشرين. هذا واحد. اثنين. ثراثة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. ثمانية. تسعة. عشرة. احداش. اثناش. تربطاش. اربطاش. خمسطاش. ستاش. سبطاش. تممتاش. ساعتاش. عشرين email. طبعا انا ما بقدرش هنا اجرب اكثر من خمسين email هنا في الـ email. لانه ما بستحمل اكثر من خمسين. فعشان هي كان قللت الرقم للعشرين. وكمان عشان نختصر الوقت في هذا البورس. فبهذه الطريقة احنا هين خلصنا البورس تابعنا. ان شاء الله يكون عجبكم واستفدتم. وكمان للتذكير مرة ثالثة. ومئة مرة كمان انه انا ما بحبت هذا الطريقة. لان استخدام الـ bulk mails. بفضل استخدام اللي هو الثاني قوارتي. مثلا زي mail channel. و mail channel. و mail channel. و mail gun. وفي كثير خدمات بتقدم نفس الخدمة. اوكي. نشوفكم في حلقة جاية. او في كورس جاي يعطيكم بعادل. اذا كنت اول مرة تزور القناة. لا تنسى الاشتراك في القناة. والاعجاب على الفيديو. ومشاركة القناة مع المهتمين بالبرمجة. و داور في ظاهر الغيب. و يعطيكم العافية.